لا حدود أخلاقية لحرب الاحتلال الصيوني على النساء الفلسطينيات وفي صدرتهن حرائر غزة هن الثلث من شهداء حرب الإبادة وهن في مرمى الثائر الإسرائيلي المنتقم منهن لمعنوياته المسحوقة تحت أقدام المقاومة الرجال وفي المتوسط اليومي لمعدل ضحايا لإبادة يقتل الاحتلال كل 24 ساعة ما يزيد على 60 امرأة في غزة أكثر من نصفهن هن أمهات وحوامل بمعدل شهيدتين في الساعة الواحدة هذا الرقم المفزء لا يعني شيئا لاحتلال لا يرتوي من دماء الفلسطينيين كما لا يستثني أحدا من السكان المدنيين في غزة غير أن نساء غزة وكذلك أطفالهن إذا ما خلى بأرضهم جيش العدو الجبان استأسد واستكلب وتجاوز كل الخطوط الحمراء في العنف والإجرام فإذا به ينفذ إعدامات ميدانية لعشرات النساء في غزة معظمهن مع أطفالهن كما وثقت ذلك تقارير لهيئات تابعة للأمم المتحدة وتصريحات وتحذيرات مقررين دوليين وخبراء معنيين وفي أقفاص مهينة لا تليق حتى بالدواج يحتجز الاحتلال عشرات أخريات من نساء غزة مع حرمانهن من الطعام وهناك حالات إخفاء قسري لبعضهن فيما تلقي الحرب بكامل أعبائها على كهل المرأة في غزة في شتات النزوح المستمر ومواجهات تحديات المجاعة التي تفتك بحياة أطفالهن لتظل المرأة الفلسطينية عنواناً على الصبر والتجلد والتضحية الشجاعة المنقطعة النظير ورمزاً على الكرامة الصلبة التي لا تنكسر وإن تعددت أشكال الانتهاكات